السلام عليكم ايه زيكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير خبر مؤسف جدا منذ قليل عن الفنانة الكبيرة سمية الالفي اعلنوا احمد فاروق الفيشاوي بعد طبعا تدهور تام في حالتها الصحية ووجه رسالة طبعا لبعض الناس الشمتانين فيها وبيقولولها ان ده عقاب ربنا ليكي وضعها الصحي خطر جدا جدا طيب ايه اللي حصل طب ليه في انباء عن وفاتها يا طرى فعلا هي توفت واثناء العملية بتاعي طبعا عندها السرطان ربنا يشفيها نفس مرض الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تفاصيل كتير عاجلة جدا منذ قليل هنعرفها بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام كلنا عارفين ان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفى بالسرطان احمد فاروق الفيشاوي طبعا كتب على صفحته والدتي مصابة ايضا بالسرطان واضح ان السرطان هينهي حياة عائلتنا جميعا كتب كده وهو طبعا بيبكي ويزعلان جدا جدا من شماتة من الناس طيب هم شمتانين ليه سبب انها كانت اتكلمت مع وفاء الكيلاني عن بعض التفاصيل المعلنة عن فاروق الفيشاوي هي ما قالتش حاجة محدش عارفها قالت حاجات هو نفسه اعترف بيها معروف او ان هو كان مدمن للكحول والمخدرات ايضا معروف ان هو كان لينا زوات وكان بيحب الستات جدا جدا فعلا اتكلمت فيه الكلام ده مع وفاء الكيلاني ولكن كانت بتكلم قد ايه هي استحملت كتير قد ايه كانت بتحبه لدرجة انها عرفت ان هو خانها وسمحته وايضا عرفت ان هو بيحب ليلة علوي وكانت بتسمحه قد ايه قلبها كان كبير جدا جدا معاه قالت له روح تجوزها انا ما عنديش اي مشكلة بس خليك معايا هو قال لها ما قدرش اعمل فيك كده عارفين ان هو كان الكلام ده كله الناس عارفة عنه هي لما تكلمت عنه الناس قالت طيب استروا يعني موتاكم او استروا محاسن موتاكم احمد فاروق الفشاوي بكى وقال ده مش عقاب ربنا ولا حاجة ده قدر ومكتوب وحنا راضيين جدا بيه طيب وضعها الصحي عامل ايه جماعة وضعها هي طبعا حالتها خطيرة جدا جدا من وقت ما عملت فحوصات عادية اوي اكتشفت انها عندها سرطان من الدرجة الرابعة للأسف وهي اكتشفته بالصدفة والمرحلة اللي هي فيها كانت خطر اوي اوي الاطباء قالوا لها لازم عملية جراحية عاجلة في نفس اليوم وبالفعل اجرت العملية طيب اخوها كتب كمان ودع طالب الناس بالدعاء لها بعد ما الاطباء قالوا هي محتاجة كمان عملية وقالوا كمان انها مش هتنفع تطلع من العناية المركزة بسبب تدهور التام في حالتها الصحية انتشرت اخبار خلال الساعات الماضية بوفاتها وملت كل مواقع السوشيال ميديا وفاة الفنانة سمية الالفي طيب يا ترى ايه هي صحة هذا الامر الفنانة الكبيرة سمية الالفي فنانة خلوكة جدا اعمالها كلها محترمة هي الحمد لله ما زالت على قيد الحياة ولكن داخل العناية المركزة عندها خلال الساعات القادمة عملية جراحية طبعا هتكون حاسمة جدا نتمنى لها الشفاء العاجل عايزة اوجه ايضا رسالة للناس اللي شمتنين مين ممكن يشمت في مرض يعني ممكن اي حد يتعرض لي موقف زي ده وفجأة جدا جدا هي رايحة تعمل كشف عادي تماما اكتشفت ان هو متأخر عايزة اقول للناس كمان ياريت دايما دايما تتابعوا اكشفوا كتير يلا علا وعاسة طبعا يكون انكم تكتشفوا المرض بدري فبيكون اهوا كتير اوي اوي هي حاليا ممنوعة انها الزيارة تماما احمد فاروق الفشاوي وكمان اخوه عمر فاروق الفشاوي في حالة من الانهيار التام موجودين معاها داخل المستشفى ما بيسبوهاش تماما وممنوعة انها الزيارة بالمرة للأسف مفيش حد من الفنانين ولا اشرف زاكي بيتابع معاها حالتها ودي عليها علامة استفهام كبيرة اوي اوي هي مش محتاجة حد طبعا غير دعائنا جميعا يربنا يشفيها ويشفي كل مرضى السرطان بشكركم جدا اخوات المتابعين المحترمين السلام عليكم ورحمة الله